لسا مكملين معاكم فاكراتنا وزي ما قلنا في البداية معانا فاكرة خاصة جدا عن المشكلة القائمة بين صفوف المحامين والقضاء الوصلت لحد الاضراب عن العمل من الجانبين والوصلت كمان لحد تظاهر امام دار القضاء العالي البعض بيقول ان المشكلة دي كانت نتيجة لمشروع قانون السلطة القضائية البعض الاخر بيقول ان ده حصل مباشرة بعد معاقد القضاء جمعية عمومية فيه ناس كتير متخوفة ان ممكن يكون الغرض وراء كل هذه البلبلة هو تأجيل الانتخابات البرلمانية هنعرف الاسباب الحقيقية من استاذ خالد علي مدير مركز المصري لحقول الاقتصادية والاجتماعية صباح الخير صباح الخير نارك سعيد نهارك سعيد ايه اللي سبب انفجار اوفجار مشكلة دي؟ في الحياة اللي سببها هو مشروع قانون السلطة القضائية وان المشروع تضمن عدد من النصوص المحامين اعترضوا عليها بشكل جوهري والاعتراضات اللي موجودة فيها عكس ما بيتم صياغته في الاعلام وبعض الصحف ليست اعتراضات شخصية لكنها اعتراضات موضوعية تتعلق بفكرة العدالة بشكل عام مش المادة 18 بس هنتكلم عن المادة 18 هنتكلم طبعا عنها بالتفصيل بس اللي بدأ الموضوع اما اللي بدأ الموضوع ان المشروع تضمن ثلاث مواد فيها انتهاكات لفكرة العدالة والحياة المادة 18 نتكلم عليها تاليان لكن في المادة المرتبطة بتقرير نسبة من الغرامات التي يقضى بها لصالح القضاء ده معناه ان القاضي هيبقى ليه مصلحة في القضاء بالغرامة وده بيخل بفكرة الحياة المفترضة انها تبقى موجودة في اي قاضي واعتقد ان هذا النص لابد من التراجع عنه سريعا لان اي قاضي هيبقى صاحب مصلحة في قضية ينظرها فقد صلاحيته من ينظر هذه القضية مفترض تمانا ان القاضي يكون نزيه ومفترض ان احكام القاضي يكون عادلة لا هو انه هو نزيه بس في النهاية هو مش هيخدها بشكل شخص في جيبه بس هتروح لسندوق للقضاء وبالتالي هيبقى ليهم مصلحة في ده ده في النهاية امر غير مقبول رقم واحد اتنين كان في نص في قانون سلطة القضائية بيتيح فكرة انه في تعينات الدفعات يبقى فيه 25% منهم محامين الفكرة كانت ايه؟ الفكرة ان ده يعمل تقالف ما بين المحامين وما بين القضاء وان المحامين والقضاء اللي تنخرجي كلية حقوق وان ده في بعض الاحيان بيتم الاستفادة من خبرات المحامين اللي قعدوا كام سنة في القضاء كان المفروض ده موجود في القانون في العملي ما كانش بتطبق في الحقيقة يعني في العملي كان ابناء المستشارين اللي ما جابوش تقديرات بيتأيدوا في انقابة المحامين لما تتفتح الدفعات من المحامين هم بيتقدموا في النابي بيتمش اختيارا لهم فبدل واجع القلب ده في قانون السلطة المشروع قانون السلطة القضائية شالوا نسبة المحامين وتحط نسبة بشكل صريح 30 في البية من تعينات وكلاء النيابة من ابناء العاملين وكأننا بنضع نص قانوني للتوريس طيب بعد كده اي ابناء عاملين في اي مؤسسة من حقهمهم وما كمان يطلبوا بهذا الامر لما القاضي يطالب بهذا الامر فين العدالة هنا في توزيع الوظائف العامة فين الشفافية وفين التنفسية يعني لمجرد ان هو ابن من ابناء العاملين ممكن انه يحجب احد ابناء الفقرة او احد ابناء غير القضاء اللي واخد تأدير دي نقطة تانية والاسف دي من وجهة نظري اهم نقطتين ما فيش تركيز عليه المادة 18 المادة 18 بتتيح للقاضي في اطار حفظ سير الجلسة انه يحبس اي حد ايا كانت حصنته اذا اخل بنظام الجلسات في القانون القديم في قانون نقابة المحامل قانون 17 مش ما بيتوحش حبس المحامل بيوتيح حبس المحامل اذا اخل بس بيعمل اجراء بمعنى ايه الاجراء دوات ان المحامل اذا اخل بنظام الجلسة للقاضي ان يتقدم بمذكرة للنقابة العام خلال 24 ساعة والنقابة العام بيحقق ولو ثبت ان فعلا المحامل اخل بيتم حبس المحامل وعندنا وقاعة كتيرة في كده اللي هما بيعملوه انه عايز المحامل اثناء الجلسة القاضي يستطيع يحبسه قدام ووكله يعني انا بثبت طلبات في محضر الجلسة ودايما محضر الجلسات فيها خلافات هل محضر الجلسة المحامل يثبت فيه كل طلباته بعض القضاء بيقولوا لأ محضر الجلسة ده ملكي المحامل بيقول لأ ده حق من حقوق الدفاع وده سبب المشكلة لو انا اصريت على اثبات طلب والقاضي رفض وصممت عليه ممكن يؤمر بحبس المحامل اعتبره ارتكب جريمة من جرائم خلال الجلسات في التو امام موكله ده مش مطلب شخصي ده مطلب مرتبط بفكرة حقوق الدفاع وحقوق الموطنية يعني في النهائي لو ما سببتش طلبه انا مش هتضرر بشكل شخصي لكن هيتضرر الموكلي هو اللي هيتحبس وانا دايما بقول ان هذا الامر لابد من يبقى فيه عقلانية في قدارته لان ده مرتبط بحقوق الدفاع ومرتبط بحقوق العدالة وليس مناط نزاع شخصي ما بين طرفين او ما بين فئتين وليه حلول انا عايزة اسأل حالتك على حاجة قبل الحلول هو قانون القضاء او السلطة القضائية ده شيء مبتكر احنا بنكتبه على ادينا ولا شيء دولي متعرف عليه مش محتاج ان احنا نكتب قانون او مشروع قانون جديد للكضاء لا لا فيه مبادئ طبعا متعرف عليها على فكرة استقلال السلطة القضائية وانا من ضمن الناس اللي بقايد قانون السلطة القضائية وبتمنى ان هو يطلع حتى قبل انتخابات مجلس الشعبي معنديش مشكلة في دوت لكن انا بقدم اعتراضات موضوعية على ثلاث مواد المادة 18 لابد ان العقلاء في الطرفين نقعد ونقدر نعدلها انا ليه بقول الحل في ايه هو ليه ما بيحصلش شجار ما بين المحامين وما بين قضاء مجلس الدولة ليه ما بيحصلش شجار ما بين المحامين وما بين القاضي المدني او القاضي الشرعي او القاضي التجاري دايما الشجار لاما مع النيابة العامة او مع القاضي الجنائي في الجنح او الجناية ليه لان المرافعة شفوية ودايما الخلاف بيبقى على محضر الجلسة طب ما نصور المحاكمة تتصور المحاكمة وتتسجل صوت الصور عشان نشوف مين اللي أخطأ لأننا في النهاية لو ما سبتش ادفاعي ما قدرش أطعم بالنقض أقول لأننا دفعت بكذا والقضي لم يرد على هذا الدفع في الحكم ده مبرر لو ما ردش على دفع أنا دفعته في المحكمة مبرر يسمح للمتهم أنه يستأنف أو يسمح للمتهم أنه ينقض الحكم ويقعد نظر القضية مرة أخرى ده اقتراح اقتراح تاني أنا بادعو القضاء واضعو المستشار أحمد الغرياني وهو مستشار جريل نقول له ونحترمه جميعا ليه يعني الاستماع لصوت العقل هذه المادة بالفعل مادة مكحفة أن يتم حبس المحامي في الجلسة المادة الموجودة في قانون المحامة تتيش إذا أخلى المحامي بجرام الجلسات لكن كسر المحامي وتحويله ومجرد أداة يتم كسرها وكأن الموضوع عراق ما بين المحامين والقضاء هذا أمر غير مكبول وأنا بادعو شيوخ المهنة من الطرفين أن هما يتدخلوا لأنه في كتير على فكرة من المحامين وأنا منهم وكتير من القضاء أنا شخصيا أعرفهم مستقين من إدارة الأزمة وأداء العديد من المحامين والقضاء في هذا الأمر اللي بيحصل ده غير مكبول من الطرفين صحيح يعني معظم الناس بتنقض سلوكيات الطرفين عايزة بس حديك الأول توصف لي اللي حصل يوم الأحد الماضي أمام دار القضاء العالي الوصل لدرجة أن بعض القضاء أطلقوا النار فعليا على الموجودين أو المحامين المعتصمين ده صحيح اللي حصل؟ يعني هو صحيح بس أنا هارجع بحضرتك يعني لحظة الوراء المحامين أغلقوا المحاكم وهو إجراء غير تقليدي طيب وهذا الإجراء وجه بانتقادات عديدة وأنا كمان ممكن نوجه لانتقاد بس عشان نوجه لانتقاد لابد أن نبقى عارفين المبررات والأسباب اللي دفعت المحامين لأزى الأمر بداية اعتراض المحامين على قانون السلطة القضائية أثبتوا في محاضر الجلسات أن هم مضربين عن العمل فطالما أنهم يضرب عن العمل مفروض الطرف الآخر يحترم هذا الحق لغلبية المحامين ولا يتم إدارة الجلسة بعض القضاء كانوا بيقولوا لأ اللي عايز فيكو يضرب يضرب اللي عايز يجي يحضر يحضر ده بيكسر الإضراب ماشي؟ فكانوا بيشغلوا المحاكم رغم أن فيه إضراب اتنين في بعض الأحيان في كل الإضرابات لما بيبقى فيه محبوسين احتياطيين إحنا بنشتغل عشان المحبوس الاحتياطي يطلع فكان في بعض القضاء بيخلوا أن المحبوسين الاحتياطين لو حضر معه محامي بيتم استونار الحبس الاحتياطي لو ما حضرش محامي بيدي خلق سبيل لدرجة وقع في إضاء منهور أن السكرتير جلسة طرع للمحامين في غرفة المحامين قال لهم يا جماعة محدش فيكو يحضر مع المحابيس ده لو حضرتوا معه ما يحصل كذا وحدثت هذه الوقع ثلاثة أن يقوم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقاب المحامين اللي حدد معاد لانتخابات النقاب أولي ثم معاد تاني قام بتأجيل الانتخابات لأجر غير مسمى فالمحامين استقبلوا هذا الأمر هي محاولة لاستمرار تفريق المحامين والحيلولة دون وجود مجلس معبر عنهم لإدارة مثل هذه الأزم فبقى فيه ثلاث وقائع قدام المحامين دفعتهم طب لاحنا نشتغل ولا انتون تشتغلوا هل ده خطأ؟ ده خطأ من الطرفين كل السلوكويات التي تحدثت عنها من القضاء سلوكويات خاطئة وكل السلوكويات التي تحدثنا عليها من المحامين سلوكويات خاطئة لابد من الجلوس والحوار قانون السلطة القضائية ليس ملكا للقضاء فقط وليس ملكا للمحامين لكنه ملكا للعدالة في هذا الوطن بعد الجلوس والحوار هدك قلت أن عندك اطراحات ممكن تنفس عشان تحل الأزمة بين الطرفين إيه اللي ممكن نبتدي به؟ أنا باقترح أنه واحد إلغاء المادة المرتبطة بفكرة نسب الغرامات دي مادة غير مقبولة اتنين إلغاء النص اللي بينص صراحة على 30% من تعينات النيابة الأبناء العاملين والعودة للنص القديم تلاتة تعديل المادة 18 بما يؤدي إلى تطبيق نص المادتين 49 و50 من قانون المحامات لو في أي حد تاني أخلي بنظام الجلسة مش إنما لما محامي داخل المحكمة وبيدافع لا يجب أن نتعمل معه باعتبره أخل إلا إذا كان الإخلال ده فعلا إخلال جسيم والنيابة حق لكن ما ينفعش تبقى أنت خصمه محكم في نفس الوقت لأن الخصومة هنا في الإخلال بالجلسة المحامي بيقول القاضي بيقول أنت خليت بالجلسة أنا بقول له لا ما خليتش فأنا والقاضي بقينا خصوم لا يملك أن يقضي في هذا الأمر لابد أن يحال إلى النيابة العاملين يعني الإخلال